من فوهة النار التي لم تنطفئ بأوامر العبث المقصود تعود مشاهد استهداف الأرتال الدولية والاتزامن المثير للقلق الاستهداف للمرة الثالثة خلال يوم واحد تزامن مع استعداد العاصمة لاستضافة قمة القادة خلال أيام قليلة في المثنى وباب الحيث الجنوب العراقي ثم الثالثة جنوب بغداد تلك إذن بوادر توتر ليس من الجديد فهمه في عين الخبرة الأمنية إنما محاولة ولو لم تأتي بخسائر بشرية إلا أنها تأتي لإحراج بغداد رسميا بين أساطي الإطمئنان بعقد قمة ولو أنها ستكون تحت حماية قسوة إلا أن مسلسل الاستهداف للوجود الدولي يعيد إثارة الاهتمام من جديد لمحاسبة الجماعات المسلحة الخارج على القانون وهنا ليس للصدفة مكان في تفاصيل ما يرشح عن شكل ومضمون قمة بغداد حيث الطاولة المفتوحة أمام أوراق تخفيف التوتر بين خسمين مهمين في المنطقة وهما السعودية وإيران وهو دور كبير فاعل يلعبه العراق بما يعيد الاستقرار لساحاته المتوترة بفعل التناحر الخارجي على أرضه وهو هدف منشود تسعى له حكومة الكاظم بمنظار كبير للرؤية الدولية حول نشاط سياسي وديبلوماسي كبير تلعبه بغداد في المنطقة مهما على سعيد محلي وإقليمي ودولي كذلك لذا فإن المناقبة لما يدور في تفاصيل الساعات والأيام التي تسبغ قمة القادة يرى المسئولية الكبيرة التي تحملها الحكومة على عاتقها أولا لإنجاح القمة أمنيا ورسالة وأهداف وثانيا العمل على تحقيق النتائج المرجوة منها ومنها بالتأكيد الساعي لإنهاء مسلسل استهداف أرتال التحالف الدولي الذي يدعم العراق في محاربة الإرهاب وينهي عزلته الدولية التي صنعتها الفوضى على مر سنوات سابقة و الإنجاح المسئولية ترجمة نانسي قوتت minecraft